اهلا بكم مجددا نشر جريدة تشرين التابعة لنظام تقريرا حول حجم دواء المهرب في الصيدليات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا أسد في مناطقها كما ذكر ناشطونا أن تهريب الأدوية يتم حسب طلب الزبائن وعبر سائقي تكاسي على خط دمشق بيروت أو من خلال تجار أدوية تفاصيل أكثر في التقرير التالي الدواء الأجنبي ممنوع استيراده ورقيا لكنه موجود عمليا أنوان نشرته جريدة تشرين التابعة للنظام كشفت فيه عن حجم الأدوية الأجنبية المهربة إلى الصيدليات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الطائفية والتي تباع للمدنيين السوريين لكنها كثيرا ما تكون مجهولة المصدر وبحسب تقرير الجريدة فإن نسبة كبيرة من الدواء في الصيدليات من شاءها أجنبي كما أن قلة ثقة المواطنين بشركات صناعة الأدوية المحلية نتيجة عدم فعالية أدويتها وارتفاع أسعارها لتوقف معظم تلك الشركات عن العمل دفعت سكان العاصمة دمشق وغيرها للجوء إلى الدواء المهرب إلا أن ذلك الدواء لا يكون نافعا في أغلب الأحوال فقد عثر على حالات كثيرة للتسمم والموت أحيانا نتيجة التناول أدوية المخشوشة انتشار الدواء المهرب دفع بعض الصيادلة إلى مطالبة وزارة الصحة التابعة للنظام بشرعنة بعض الأدوية المهربة مثل أدوية العصاب والأمراض المزمنة والمستعصية للحد من فوضى التهريب والأرباح الخيالية للمهربين بينما أفاد ناشطون أن التهريب يتم حسب طلب الزبائن حيث يقوم الصيدلاني بتأمين الدواء لهم عبر سائق تكاسي على خط دمشق بيروت أو من خلال تجار أدوية ليس ذلك فحسب فقد ذكرت بعض التقارير أنه بجانب الدواء المهرب ينتشر الدواء المخشوش أيضا في مناطق ميليشيا أسد تلك الأدوية التي تتم صناعتها داخل السورية أو تكون مهربة من الخارج وكل ذلك تحتمر النظام ووزارة الصحة التابعة له وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد وجيه جمعة وزير صحة سابق وأيضا رئيس المجلس التركماني السوري معنا من غازي أنتاب أهلا بك والدكتور اسماعيل سكرية الأستاذ المشارك في الجامعة الأمريكية وهو أيضا نائب سابق ورئيس الهيئة الوطنية الصحية معنا من بيروت أهلا بكم أبدأ معك دكتور اسماعيل التقرير يقول والاتهامات الموجهة هي أن هذه الأدوية هي مهربة من لبنان هل لهذه الدرجة من السهل الحصول على هذه الأدوية وإنصالها إلى سوريا يعني لا يوجد هناك رقابة دوائية في لبنان من حيث المبدأ أي بلد يعني يختل فيه الأمن وتحصل أحداث كما حصل في سوريا يصبح يفتح قابلية المهربين وتجار الدواء الذين لا ضمير لهم على التحرك لجاني أرباح طائلة واستخدام أي أدوية ليست ذات قيمة بمعظمها وخاصة أنه من لبنان لبنان يفتقر إلى مختبر للرقابة على الدواء وبالتالي هو مفتوح أيضا لشتى أشكال الأدوية المقلدة والمجتزأة الفاعلية سبستاندرد حتى المزورة إذا صح التعبير إضافة لأدوية جيدة طبعا وهذا كله بيفتح الباب أمام التهريب لسوريا ومن سوريا كمان تهريب للعراء بالعراء في حوالي مليار دولار سنويا مبيعات أدوية غير شرعية مزورة مجتزأة الفاعلية تتضمن كثير من يشوبها كثير تلوثات إلى آخر فهذا سوء مفتوح طيب دكتور إسماعيل يعني هو فقط سؤال أنه هل يوجد في لبنان الكثير من الدواء مما يمكن تهريبه إلى العراق وإلى سوريا ما أنه يتم تصنيع أدوية مشتزأة كما ذكرت هي محلية تغلف يعني كيف تتم هذه العملية إن كان لديك أي معلومات نعم 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 يتم تهريب أصلا جزء منه يتم إدخاله واستيراده إلى لبنان بعضه صيني بعضه هندي بعضه إلى آخرين ما بنا نظل نذكر أسامي دول وهو ليس ذات قيمة وفاعلية وحتى منه يبايع داخل لبنان هذا اللي يبايع داخل لبنان لما بيجيني دولارين دواء معين مثلا جنسي وبينباع 38 دولار سهل إنه يتهرف لسوريا ويحصد أرباح كبيرة هذا مثل أخدته مثلا نعم بس جزء منه كمان يصنع يعلب هناك مطابع تعلب هنا في لبنان في بعض مطابع تعلب الإدو وبتطلع أمبلاج ما بيقدر لا الطبيب ولا الصدر ولا حدا نقدر نعرف إنه إذا هذا صحيح بغياب مختبر لتقييم فاعليته للرقابة على الدواء بذات الوقت داخل سوريا بحيث الفوضى بالأحداث وكذا كمان حصل تفلت وتصنيع وفي مناطق مثلا بفترة اللي كان مسيطر فيها داعش كان الكابتاجون ينتج 90% من الكابتاجون ببداية الأحداث السورية كان يذهب من لبنان بنص الأحداث بعد 3 سنين صار نصه ينتج داخل سوريا بأراضي داعش هلأ ما بقى يروح 10% من لبنان نعم أستاذ محمد مساء الخير يعني ما مدى خطورة ما جاء به الدكتور إسماعيل خصوصا على المرضى يعني نتحدث عن أدوية دون فعالية نتحدث عن تعليب للأدوية وما إلى ذلك ما مدى خطورة انتجار هذه الأدوية طبعا نحن نتحدث عن الدواء وعلاقته مع الإنسان ومع حاجة الإنسان لهذا الدواء إذن هو مريض فيحتاج إلى دواء هذا الدواء في حال أنه كان أقل فاعلية أو فعالية أو كان له تأثيرات جانبية حكما قد يؤدي إلى عدم الشفاء أو عدم تخفيف الألم بالإضافة إلى ذلك إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية وصولا إلى أنه ممكن حصول بعض التسممات البعض منها حاد والبعض منها تراكمي بسبب استخدام هذه الأدوية أنا أريد أن أنوه هنا إلى أهمية الدواء وقدسية الدواء أيضا بأننا ننطلق من جرعات هي بالميلي جرامات نعطيها لتخدير المريض وبعدها نجري له عملية يعني نسوي له عملية كثير كبيرة نفتح بطنه أو قلبه أو صدره وبعدين نعطي دواء معاكس نزيل تأثير هذا الدواء المخدر إذن الدواء فعال جدا جدا الدواء في حال أنه استخدم في مكانه ينقذ حياة الدواء هو يخفف من الألم ولكن هذا الدواء لا بد من أن يكون آمن وأمين وفعال لكي نحصل على الأمان كل هذه المواصفات التي ذكرت في الأدوية المهربة يعني بهذا هو سم يعطى للمريض هلأ إذن أنا بدي أعود إلى أنه هناك سلسلة متواصلة من حفظ الدواء بداية من تصنيعه من استخدام المادة الفعالة من نقاء المادة الفعالة المستخدمة إلى جرعة أو كمية المادة الفعالة المستخدمة في الدواء إلى طريقة الحفظ إلى طريقة استقرار المادة يعني المادة وكيف تتأقلم مع الظروف وصولا إلى طريقة الاستخدام هذه كلها تفاصيل تمس حياة الإنسان ونمط حياة الإنسان إذن في بعض الأدوية التي لا تؤدي الدور المطلوب منها هي التزيد من مأساة ومعاناة الإنسان هذه الأدوية في بعض الحالات تتحول إلى مشكلة من خلال تأثيراتها الجانبية فبدل أن يكون لها تأثير إيجابي مع الوقت نرى بأن لها تأثيرات جانبية لعدم نقاء الدواء المستخدم إذن نحن نتكلم عن شيء يلامس حياة الإنسان بحياته كوجود وأيضا في نمط حياته وضحت صورة دكتور محمد هذه الأدوية المهربة وضحت هذه الفكرة دكتور اسماعيل بحكم أن هذه الأدوية تصل من لبنان أو يتم تصدير تهريبة من لبنان إلى سوريا ومنها كما ذكرت إلى العراق من هو المسؤول عن ضبط تهريب هذه الأدوية وأيضا من هو المتهم بتهريبة في لبنان هو للتوضيح أكثرية التهريب ينطلق من لبنان لكن هناك بعض أدوية تهرب من تركيا وبعض أدوية تهبر من كردستان شمال العراق كمان ما ننسى هذا الموضوع نعم مش كله من لبنان نعم نتحدث عن الجزء المهرب من لبنان دكتور اسماعيل نعم نعم بس لأضيف شغلي على اللي تفضل فيه دكتور جمعاه وكلام سليم أنه أخطر ما فيه بهذه الأدوية الغير فاعلة أنها عم تأسس لأنه البكتيريا بتصير عندها مقاومة للأدوية حتى الأدوية الفاعلة فيما بعد وهذه أزمة اجتماعية عم تعمل وتكاليفة اقتصادية ضخمة وعالة أضرارها الصحية موضوع كتير معقد وكبير والآخرين طيب دكتور اسماعيل هل يمكن ضبط هذه الحالة؟ عفوا عن ضبط هذه الحالة ضبط هذه الحالة بظل هذا الوضع الملتهب بالمنطقة ضبطها ليس بهذه السهولة الحالة طيب إلى من تواجه أصابع الاتهام في تعزيز تهريب الأدوية كان في لبنان من لبنان إلى المناطق الأخرى عندنا بلبنان أول شيء أنا لازم دائما أبدأ بمسؤولية وزارة الصحة الدولة ممثلة بوزارة الصحة نعم وأجهزتها اللي مفروض تراقب صحيح ومختبرها اللي ما مفؤولي ما عنا مختبر نحن من 20-30 سنة ما عنا مختبر يعني في كتير أدو بالسوق من جهة الشوخي منتها وشوف فعاليتها هذا أزرعها سوريا والغير سوريا معروفة أنه حالحك أضرار بالناس شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل سكرية الأستاذ المشارك بالجامعة الأمريكية والنائب السابق ورئيس الهيئة الوطنية الصحية من بيروت وأيضا أشكر موصول للدكتور وجيه محمد وجيه جمعة وزير الصحة السابق ورئيس المجلس التركماني السوري كنت معنا من غازي أنتب شكرا لكم اشتركوا في القناة